موسيقى جهود متميزة لاجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال اسبوع حققت خلالها الاجهزة الامنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الاجرامية شديدة الخطورة اسفرت بهود الاجهزة الامنية عن ضبط 325 عنصرا اجراميا شديد الخطورة ومصر عنصرين بنطاق عشر مدريات امن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا ابرزها سلاح ومخدرات وسرقة وخطف وقتل ويحراز دخائر وشروع في قتل وضبط معهم 216 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وعدد من الاسلحة البيضاء وفي مجال استهداف البؤر الاجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بوحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والاسماعيلية تم ضبط 468 متهما وضبط معهم اسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الاسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع 496 قطعة سلاح ناري ابرزها 77 بندقية و54 بندقية آلية و34 مسدسا و331 فرد محل الصنعة وطلقات نارية مختلفة العيرة بلغت 1278 طلقة متنوعة اضافة ل1266 قطعة صلاح ابيض كما تم ضبط ثلاث ورش لتصنيع الاسلحة النارية وبداخلها اسلحة نارية وادوات واجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت اجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الاحكام في تنفيذ 408 563 حكما قضائيا من بينها 1559 حكم جناية و151 702 حكم حبس و197 644 حكم غرامة و57 658 حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت اجهزة الوزارة خلال اسبوع في ضبط 15 تشكيلا عصابيا ضم 49 متهما قاموا بارتكاب 96 حادث سرقة متنوعة وتم كشف غموض 81 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالاكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبوها باجمالي 133 متهما كما تم اعادة تسع سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع من ضبط 1359 قضية اتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1473 متهما وبحاوزتهم ما يزيد على 203.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وقربت 184.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين قربت 21.5 كيلو جرام اضافة الى حوالي 16 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 105.623 قرص مخدر